مرحبا وتحية للجميع بعد نقده وطعنه في النبوة كما مر معنا في الجزء الأول سنرى أبو بكر الرازي الفيلسوف والطبيب والعالم الموسوعي سيسير بنفس النهج الذي سار عليه في نقده للنبوات طبع من حيث إظهاره أيضا لما في الكتب المقدسة من تناقضات سواء في داخل كل كتاب على حدى أو ما بين بعضها البعض وذلك طبعا لكي يصل للقول كما في قضية أنه هو بأن وجود هذه التناقضات مع ادعاء أن مصدرها واحد وهو الله يقتل هذه الدعوة إذ كيف يكون مصدرها واحد وفي نفس الوقت متناقضة ومن ثم فإما أن هذه الكتب ليست من عند الله وإما أن الله متناقض وطبع ما استحالت نسب التناقض لله فلا يبقى أمامنا إلا نسب هذا التناقض إلى هذه الكتب وهذا ما يبطل برأيه دعوة كونها وحي من عند الله ويعدد الرازي يعني بعضا من هذه التناقضات فمثلا يرد في التوراة وصف لله يظهره على صورة رجل أو شيخ ذو لحية وشعر أبيض وهذه أوصاف بشرية خالصة أوصاف تعود للمخلوق بحسب الرازي وليس للخالق وهذا يناقض ما يتحدث عنه موسى في مكان آخر من التوراة من أن الله لا يشبه شيء وأنه قديم وغير مخلوق أيضا التوراة كما يقول الرازي تذكر أن الله أباح لليهود سفك دماء الشعوب الأخرى كما أن التوراة تشبه الله بالشخص الذي يحب رائحة اللحم والذبائح وهذا يناقض أيضا قول موسى في نفس التوراة أن الله لا تنفعه المنافع ولا تضره المضار كذلك يبرز الرازي يعني بعض ما في الإنجيل من تناقض كمثل ما ورد في الإنجيل على لسان المسيح بأنني ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله طبعا الناموس المقصود به توراة موسى لكن نجد في موضع آخر من الإنجيل أن المسيح قام بإلغاء معظم شرائع النموس معظم الشرائع التي أتى بها موسى من مثل تقديس يوم السبت والأخذ بالثائر ويعني ما إلى ذلك من أمور تظهر هذا التناقض الفاضح والواضح أيضا يضيء الرازي على ما في عقيدة التثليث من تناقض صريح لا بل اعتبرها نموذج للتناقض الساذج الذي يهزأ بالعقل ومقتضيات العقل أيضا يبرز ما بين هذه الكتب ذات المصدر الواحد من تباينات كبيرة وتناقضات صريحة كمثل حقيقة عيسى هل هو نبي أم ليس نبي هل هو ابن الله أم إنسان عادي إلى آخرين وأيضا أمور أخرى مثلا تكلمنا عنها لن أعيدها تكلمنا عنها في الحلقة السابقة طبعا لينتهي الرازي إلى أن هذه الكتب على الأرجح ما هي إلا صناعة أو كتابة بشرية وأن أغلب مصدر قصص هذه الكتب هي الأساطير القديمة وأن اللاحق منها نقل عن السابق ومن ثم يصل الرازي إلى القرآن الكريم القرآن الذي يحتوي كما يرى على تناقضات لا حصر لها وسنراه يركز على الآيات بداية التي تتحدث أو تصف الله فيقول أن هذه الآيات تخبرنا تارة أن لله جسم وأطراف ويد ورجل وتارة أخرى تخبرنا أن ليس كمثله شيء ومن جهة تخبرنا هذه الآيات أن الله يغضب ويسخط ويهدد ويتوعد ويعاقب ويمكر إلى آخره ومن جهة أخرى ترينا أن الله عطوف وغفور ومشفق وأرحم الرحمين طبعا ليظهر هذا التناقض ما بين الآيات واشتهر عن الرازي طبعا موقفه أو موقفه من مسألة إعجاز القرآن فكان يقول بعدم إعجازية القرآن أي أنه ينفي كون القرآن معجزة ويقول حول هذا الأمر قد والله تعجبنا من قولكم أن القرآن هو معجز وهو مملوء بالتناقض وبأساطير الأولين ومن ثم يعني يبدأ بتفنيد إعجاز القرآن من وجهين وجه الإعجاز اللغوي ووجه الإعجاز العلمي أو العملي أيضا يعني ما يمكن أن يعود على الناس مثلا بالفائدة فيقول حول هذا الأمر إنكم تدعون أن المعجزة قائمة موجودة وهي القرآن وتقولون من أنكر ذلك فليأتي بمثله ويضيف إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام فنستطيع أن نأتيكم بألف مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء بما هو أطلق منه ألفاظا وأشد اختصارا في المعاني وأبلغ آداءا وعبارة وأشكل سجعا فإن لم ترضوا بذلك فإن نطالبكم بالمثل الذي تطالبوننا به طبعا لا بد من التوقف عند هذه الفقرة التي تحمل في داخلها الشيء الكثير فهناك مثلا يعني طبعا جملة أمور مهمة ممكن لحظة منها على سبيل المثال أن الرازي يعلنها بوضوح بأن القرآن ليس معجز لغويا لبل يعتبر أن هناك ما قيل وما كتب بالعربية بما يفوق القرآن بلاغة وفصاحة وبما يفوقه طلاقة يفوقه طلاقة بمعنى عدم التعقيد وسهولة الفهم بالرغم من البلاغة وهذا يعني من مثل كما يرى الرازي عيب أو نقص في لغة القرآن وأيضا هي كما قال الرازي أشد اختصارا يعني هذه الأعمال التي يمكن أن يأتي بها في مقابل القرآن يقول هي أيضا أشد اختصارا وهي أبلغ عبارة بمعنى أنها تمتاز بتركيب لغوي يوصل الفكرة أو المعنى المراد إصاله بأقصر الطرق وأيسرها يعني بعكس ما عليه القرآن من تطويل وإسهاب وتكرار لا داعية له وأيضا تمتاز هذه الأعمال التي يتحدث عنها الرازي طبعا في مقابل القرآن بأنها حتى أفضل من ناحية جمالية يعني من ناحية موسيقية اللغة وذلك عندما قال أنها أشكل سجعا بمعنى أنضج وأجمل من ناحية السجع يعني من سجع القرآن لنرى في نهاية الفقرة يرمي الكرة في الملعب الآخر طبعا مستعملا إن أردتم نفس السلاح الذي استعمله القرآن حين طبعا طالبهم طالب من يقولون بإعجازية القرآن بأن يأتوهم أيضا بمثل هذه الأعمال التي قدمها لهم وما قصده الرازي هنا يعني إذا شرحنا الأمر أكثر هو القول أنكم إذا اعترضتم وقلتم بأن هذه الأعمال وإن كانت بليغة إلا أنها لا تشبه القرآن في شيء فبنفس المنطق القرآن أيضا لا يشبه هذه الأعمال فلنطفق إذن أن لكل كتاب في نهاية الأمر سمات وروح خاصة به يعني لا يمكن تقليدها وهي التي تميز عملا عن آخر وبذلك تسقط دعوة الإتيان بكتاب يشبه القرآن كدليل على كونه معجزة أما من حيث الفائدة والمعنى يعني إن كان ثمة فائدة ترتجى من وراء القرآن أو معنى من كلام القرآن فيقول الرازي قد والله تعجبنا من قولهم في حكاية أساطير الأولين من غير أن تكون فيه فائدة أو بينا على شيء ويضيف وإن نطالبكم أن تأتون بمثل ما في كتب بطليموس وجالينوس وأقليدس من العلوم النافعة للناس واضح الرازي يعتبر أن القرآن كتاب لا يحمل أي منفعة أو فائدة علمية أو عملية يعني قد تعود بنافع مثلا أو بشيء جيد على حياة الناس والمجتمع أو يعني قد تساعد على تقدم المجتمع مثلا وطبعا هو يرد هنا على من قالوا بأن القرآن حوى علم كل شيء علوم الأولين والآخرين ورأيناه يعني كيف أعاد أيضا كمثل المرة السابقة كرة التحدي إلى ملعب الخصن مطالبا أصحاب هذه الدعوة بأن يأتوا بكتب علمية نافعة كما هي حال كتب بطلي موس في الفلق وجالي نوس في الطب عفوا وإقليدس في علم الهندسة طبعا هناك من رد على الرازي أو اعترض عليه قائلا بأن هذه العلوم التي تتحدث عنها هنا يا أبو بكر أيضا مصدرها الله ومصدرها الوحي والأنبياء الذين نقلوها للناس على قاعدة أن أول من أتى بالعلم هم الأنبياء طبعا من خلال الوحي يعني هذا اعتقاد إيماني كان شائعا وما يزال موجودا لليوم بأن كل علم تحصل عليه الإنسان مصدره في الأساس هو الوحي والأنبياء فهنا يرد الرازي بعنف قائلا إن الفلاسفة استدركوا هذه العلوم بآرائهم واستنبطوها بدقة نظرهم انظروا ما في المجسطي وبطلي موس من معرفة بحركات الكواكب وحساب النجوم وما في إقليدس من علم الهندسة والمساحات ومعرفة مقدار عرض الأرض وطولها والمسافات بين السماوات وبما في كتب جالينوس من علوم طبية وغير ذلك مما في هذه الكتب وقد انتفع بها كل الناس ويضيف متحديا أرون شيئا من هذه العلوم نقل عن رجل من آئمتكم أو شيئا غير معروف قاموهم بإيجاده أو اختراعه طبعا نلاحظ كيف أن الرازي دافع عن جهد وتعب العلماء الذين توصلوا لهذه الكشوفات العلمية بتعبهم وبجهودهم التي يحاول البعض أن ينسبها للدين أو للأنبياء يعني إن أردتم تماما كما هو الحال اليوم مع تلك الظاهرة التي تعرف بظاهرة الإعجاز العلمي والتي تبخس جهد مثلا عالم لعشرات السنين إلى أن اكتشف أمر علمي ما بالقول أنه لم يأتي بجديد وأن هذا الأمر كان مذكور ومعروف مثلا في القرآن من قبل أو في أي كتاب مقدس آخر ولذلك يعني يلقي الرازي كما في المرات السابقة الحج عليهم مطالبا إياهم بأن طيب أروني أي من الأنبياء أو أي من الآئمة تحدث مثلا عن علم الهندسة أو قام بكشفات في مجال الفلك ومجال الحسابات الفلكية مثلا أو أنه مثلا قدم أدوية وشروحات في مجال الطلب ويعني حتى أن الرازي طالبهم كما رأينا بالكشف عن اكتشاف علمي ما يعني غير معروف غير مسبوء وموجود فقط عند نبي أو مذكور مثلا في كتاب مقدس كما القرآن يعني كي نصدق بهذه الدعوة بأن كل العلوم مصدرها الوحي أو الأنبياء أيضا نلاحظ أن الرازي كان متسقا مع رأيه الذي طبعا مررنا عليه بإسهاب في الحلقة السابقة ومن يريد يعني يمكن أن يرجع لتلك الحلقة وسأضع الآن رابط لها فكان الرازي متسقا مع رأيه كما ذكرناه في الحلقة السابقة من حيث أن العقل البشري قادر على الوصول إلى المعرفة وإلى الوصول إلى الحقائق العلمية يعني من دون الحاجة لوحي من السماء وبناء عليه يعني انتهى الرازي للقول أنه إذا كان هناك كتاب يصح أن نقول عنه أنه فعلا معجزة فكتب من مثل أصول الهندسة أو كتب العلوم الخلكية والطبية وكتب المنطق كل هذه الكتب التي فيها فائدة للناس والحياة ومنفعة للمجتمع وصلاح للعقل والأبدان لهي أولى بأن تتصف بالإعجاز من كتب لا تفيد ولا تنفع ولا تقدم يعني أي معرفة جديدة كمثل الكتب المقدسة ومنها القرآن وأحب أن أختم مع فقرة أو رأيي طبعا عن الرازي للمفكر والفيلسوف المصري الكبير عبد الرحمن بدوي هذا الرأي ذكره في كتابه الشهير في تاريخ الإلحاد أو من تاريخ الإلحاد في الإسلام هذا الرأي الذي أنهى بدوي بسؤال جد مهم عن حال الأمة اليوم فيقول بدوي الرازي يؤمن بإله خالق حكيم ولكنه لا يؤمن بالنبوة ولا بالأديان وينزع نزعة فكرية حرة من كل آثار للتقليد أو العدوى ويؤكد حقوق العقل وسلطانه الذي لا يحده شيء وينحو منحا تنويريا شبيها كل الشبه بحركة التنوير عند الصغصطائيين اليونان وأيضا شبيها بحركة التنوير في العصر الحديث في القرن الثامن عشر ويدعو الرازي إلى إيجاد نزعة إنسانية خالصة مما يجعل الرازي شخصية فكرية من الطراز الأول وواحدا من أحرار العقول النادرين في التاريخ ومن أجر المفكرين الذين عرفتهم الإنسانية طوال تاريخيا وفي نفس الوقت لا يسع المرء إلا أن يمتلئ إعجابا بهذا الجو الطليق الذي هيئه الإسلام للفكر في ذلك العصر أترى يتحقق مثل هذا الجو مرة أخرى في حضارتنا العربية التي نأمل في إيجادها مرة أخرى وشكرا للاستماع وإلى اللقاء